المنتدى الأول في الكونغرس الأمريكي للحديث عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي استمر لعدة ساعات خلف الأبواب المغلقة بين عمالقة التكنولوجيا وأعضاء مجلس الشيوخ إذ يسعى المشرعون الأمريكيون إلى سبر أغوار هذه التكنولوجيا قبل صياغة التشريعات الخاصة باستخدامها إنها تجربة رائعة وتعلمنا الكثير من بعض البعض من هذه التكنولوجيا وعن الذكاء الاصطناعي وكان لدينا مجموعة متنوعة من المشاركين المختصين وتقسم جميع معلومات مختلفة إلى جانب المخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في مسارات غير شرعية يقول بعض الخبراء إن هذه التكنولوجيا يمكن أن تستغل بشكل صحيح في قطاعات كثيرة مثل التعليم والصحة أعتقد أننا يجب أن ننتبه لفوائد الذكاء الاصطناعي ولا نركز فقط على العيوب والمساوئ فيمكن أن يحدث تقدم مذهل في مجال الرعاية الصحية ويساعد الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان وأمراض القلب الملياردير إيلون ماسك أكد على أهمية الحوار مع المشرعين الأمريكيين لتحقيق المساواة بين الشركات التكنولوجية الكبيرة وكيفية نقل هذه التكنولوجيا إلى الوكالات الفيدرالية العامل الهام هنا أن يكون لدينا حكم مثل حكم المباريات الرياضية والذي يلزم جميع اللاعبين بإتباع القوانين والقواعد وإقامة العدل وأن يكون هناك قانون لتنظيم العمل بين الشركات المختلفة للحفاظ على الأمن والسلام هذا المنتدى قد لا يكون الأخير في الكونغرس الأمريكي لاكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الذكاء الاصطناعي إذ يراهن قادة الكونغرس على تحقيق الرياضة العالمية في هذا المجال نريد أن نتعلم ونعرف ما هو الذكاء الاصطناعي قبل سنت الشريعات للتقنين استخدامه تلك رسالة المشرعين بالكونغرس لرواد التكنولوجيا في الولايات المتحدة حتى يتم استغلال هذه التكنولوجيا العملاقة في جميع القطاعات الحيوية عبد الرحمن البرديسي الحرة واشنطن ترجمة نانسي قنقر